مزغني رئيس برديد سخنين يعني بعدي قرار طبعا الحزب القومي العربي طبعا برئاسة أخونا محمد حسن كنهان أبو حسن الانسحاب من التنافس على أصوات الجمهير العربي للكنيسة شو موقف لجنة المتابعة والقطرية في هذا الصدد طلع في شدنا الشك أنه خطوة حكيمة موقف جريء وأنا باسم مجتمعنا العربي في الداخل نشكر الأخ أبو حسن نشكر الأخ طلب الصانع أنا يعني بدي أوجه نداء لأخونا أبو حسن من كن لإلو كل الاحترام لأنه سمعت الصبح كان مقابلة معه عبر المذيع وقال إنه إحنا بنعطي حرية التصويت فأنا بدي أقول له إنه إحنا جزء لا يتجزة من المجتمع العربي القائمة المشتركة هي اللي بتمثلنا كلياتنا وأنا بدي أقول له شميلي حتى لو في إنسان أو حزب معين ظلم في هاي المرحلة فإن شاء الله رح ننصفه في المستقبل علشانيكي طلبي من الأخ أبو حسن هذا الإنسان اللي عنده انتماء وولاء لمجتمعه أنه يعلينا بشكل واضح وصريح تأييده مع كل الإخوة تأييده للقائمة المشتركة نعم يعني هناك قويل وطبعا الدعيات بلشت تطلع يعني على هذا الموقف طبعا قد يكون موقف صائب كيف تفضلت فصارت الدعيات والإشعاعات بالنسبة لحصول على مكاسب أخرى معينة مقابل الانسحاب هل هناك أي أمر مشابه لهذا الموقف؟ طلعا لا سمح الله يعني أنا بقدر أأكد باسم الكل أنه ما كانش حكي من يزاي ومش رايح يكون حكي لا اليوم ولا في المستقبل لأنه كل إنسان طبيعي حقه الشرعي والطبيعي أنه يمارس حقه الديمقراطي بالشكل اللي هو يشوفه مناسب ولكن نحن نحكي من منطلق الأمل والعشا من منطلق التحديات الكبيرة التي تواجهت مجتمعنا العربي في الداخل خاصة في ظل البطالي العنف الفقر قصة الأرض والمسكن كل هاي بتحطنا أمام تحديات الكبيرة لتكون موحدين أكثر من أي وقت مضى علشانيكي لما أنا بطلب من الأخ أبو حسن أنه يعلن تأييد القائمة المشتركة فهذا مطلب شعبي مطلب جماهيري كان حلم اللي اتحقق أما الأشياء اللي أنت ذكرتها أنا بشكل شخصي بيعرفش فيها وأنا متأكد أنه مش هتكون في المستقبل شخصي بيعرفش في المستقبل